موسيقى تشت التاسع عبر شاشة ليبيا له كل الاحرار وابرز عنوينها قوة السائقة تفيد بتجدد الاشتباكات في محور العمارات 12 الواقعة غربية بنغازي وكوبلر يدعو الى ضرورة توفير ممر امن للمدنيين للخروج من منطقة جنفودا اتفاق بين الزيتن ومصرسة على انهاء التوتر الامي بينهما واعادة فتح الطريق الساحلي وانزحاب كافة التشكيلات العسكرية الى الحدود الادارية للمدينتين رئيس المجلس العلى للدولة يشدد خلال لقائه برئيس تونسي على انه لا خيار امام الليبين الا السلام والتوافق لتحقيق الاستقرار في البلاد موسيقى افدت تحريات القوات الخاصة السائقة بتجدد الاشباكات يوم امس في محور العمارات 12 الواقعة غربية بنغازي واقلت قوات السائقة الموالية لعمرية الكرامة عبر صفحة على فيسبوك عناصرها شنت هجوما على العمارات 12 في محاولة للسيطرة على كامل المحور الغربي لمدينة بنغازي يشار الى ان منظمات حقوقية عدة دعت الاطراف المتصارعة في المدينة الى ضرورة توفير ممر امن للمدنيين للخروج من منطقة جنفودا عرب رئيس باثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه ازال عائلة العالقة في منطقة جنفودا ببنغازي وبقائهم في مرمى النيران من دون طعام او ما ودعا كوبلر عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قوات عملية الكرامة ومجلس شراث وار بنغازي الى توفير ممر للمدنيين الراغبين في الخروج واجلائهم الى مكان امن مع المحافظة على كرامتهم نددت رابطة علماء المغرب العربي بمواصفته بالحصار الخانق المفروض على منطقة جنفودا في بنغازي من قبل قوات الكرامة وقالت الرابطة في بيان لها ان قوات الكرامة ادخلت العائلات المحاصرة في مرحلة تجويع مطالبة الجميع ببذي قصار جهدهم لايقاف هذه الجريمة ضد الانسانية بحسب البيان واشرت رابطة علماء المغرب العربي لانه رغم الوساطات المختلفة من جهات الليبية وعربية وغربية لتوفير ممر امن لهذه العائلات العالقة في جنفودا الا ان خليف حفتر ومن معه ظلوا متعنتين وفق الرابطة وتشهد العمرات اتناش الواقعة غربية بنغازي وضعا انسانيا صعبا نتيجة وجود عدد من العائلة المحاصرة هناك وورود انباء تفيد بنفاذ كميات الطعام والشراب والادوية وضع حذرت من تأزمه منظمات حقوقية دعت الى توفير ممرات امنة لهذه العائلات من اجل الخروج المكان بنطقة جنفودا غربية بنغازي تحديدا العمرات اتناش الزمان فبراير الفان وسبعة عشر عائلات محاصرة تتناول من خشاش الارض اعشابا خضراء وتشرب مياها ملوثة من مجار الامطار بعد تنقيتها وتصفياتها من بقايا الاتربة العالقة بها اوضاع نقلتها عدة منظمات حقوقية صور مروعة تحصلت عليها قناة ليبيا لكل الاحرار تظهر اطفال لم يتجاوز العاشرة من عمرهم وهم ينظرون لقدور شبه فارغة توحي لهم بان الفرج قريب منظمة التضام لحقوق الانسان قالت ان هناك ثلاثين عائلة محاصرة تواجه خطر الموت بسبب نفاذ الطعام والادوية لديها مشيرة الى ان من بين المحاصرين مرضى يعانون من الهبوط كما حذرت المنظمة من تدهور حالات هذه العائلات ان لم تتدخل المنظمات الانسانية والاغاثية والحقوقية بشكل عاجل لانقاذها على الميدان تواصل طائرات عملية الكرام قصف المنطقة المحاصرة بكل انواع الصواريخ والبراميل المتفجرة تدفن تحتها ما تبقى من منازل مدمرة في غضون ذلك يؤكد مركز السراي للأعلام مقتل عدد من الاطفال نتيجة القصف العشوائي بقذائف الهاون وطائرات دون طيار وضع دفع منظمات حقوقية عدة الى الدعوة لرفع الحصار الخانق المفروض على منطقة جنفودة في بنغازي وإيقاف ما وصف بالجريمات ضد الانسانية وتوفير ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في المنطقة أكدت مصادر محلية متطابقة ناجة مدير أمن بنغازي السابق فضل صلاحة هويدي من محاولة استهداف على الطريق الرابط بين منطقتين سيد فرج والهواري بالمدينة يوم أمس وقال قسم البحث الجنائي ببنغازي عبر صفحة على فيسبوك إن حالة هويدي صحية مستقرة لافتا إلى أن الإصابات طفيفة بحسب القسم الجدل بالذكر أن وكيل وزارة الداخلية بحكومة الأزمة سبق وأن أصدر قرارا بعفاء صلاح هويدي من مهمه مديرا لمديرية أمن بنغازي وتكليف العقيد صلاح لخفيف خلفا له أعلن المجلس البلدي أزليتن أن ممثلي مدينتي أزليتن ومصرطة توصلوا إلى اتفاق ينهي التوتر الأمنية بينهما وأضح المجلس البلدي عبر صفحة على فيسبوك أن الطرفين اتفقوا أيضا على إعادة فتح الطريق الساحلي المغلق بالسواتر الترابية عقب الاشتباكات التي اندلعت في المنطقة كما نص الاتفاق على انسحاب كل التشكيلات العسكرية للمدينتين إلى الحدود الإذارية لكل منهما وإزالة بوابة نعيمة بالكامل فضلا عن التعهد بالتعاون لتسليم الجنات الذين تطلبهما نيابة وإحالة ملف القضية كاملا إلى النائب العام إلغاء وإزالة بوابة نعيمة بالطريق الساحلي والمرافق التابعة لها التنسيق بين الأجهزة المختصة حول بوابتيك عام وبهدوفان قال المركز الإعلامي لعمرية البنيان المرصوصة إن إجمالي العائلات العائدة إلى مدينة سرطة حتى يوم الثلاثة بلغ خمسة آلاف وثلاثمائة وست معشرين عائلة وأوضح المركز عبر صفحة على فيسبوك عودة العائلات إلى حي السبعمية والحي السكني رقم واحد واثنان وثلاثة وحي الدولار والشعبية والعمرات والسبخة تمت على أربع مراحل بدأ أولها في الخامس من شهر فبراير الجاري قال مدير مكتب لخدمات الصحية ببلدية سرطة خليفة عبد الفتاح إن المراكز والوحدات الصحية بالمدينة وضواحيها تشهد عداما كامل للأدوية والمستلزمات الطبية حسب تعبيره وأضاف عبد الفتاح في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن مجمع عيادات سرطة المركزية يحتاج صيانة عاجلة نظرا لتضرر بنيته التحتياج جراء الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة ودعا مدير مكتب الخدمات الصحية ببلدية سرطة إلى ضرورة توفير الدواء والإمداد الطبي بمرافق المدينة الصحية بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيزا سراج مع وزير الخارجية المصية سامح شكري خلال اتصال هاتفي بين الطرفين نتائج المشاورات التي أجرت كل من مصر وتونس والجزائر مع مكونات المشهد السياسي الليبي وآخر المستجدات وتطورات على الساحة الليبية ونقلت صفحة وزارة الخارجية المصية على فيسبوك عن شكري تأكيده ضرورة إيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا دون تدخل أجلبي بهدف الحفاظ على استقلالية الأعراض الليبية وسيادتها بحسب قوله وعضف وزير الخارجية المصية أن بلاده ستواصل بذ جهودها من أجل التواصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف في ليبيا وفق تعبيره رحب رئيس المجلس العلى للدولة عبد الرحمن السوحلي بالمبادرة التونسية مشددا على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والتوافق لتحقيق الاستقرار في ربوع البلاد وكذا سوحلي خلال لقائه بالرئيس التونسية الباجي قاد السبسي بتونس على أهمية الاستفادة من هذه المبادرة للوصول إلى حل سريع للأزمة الليبية معتبرا أن المبادرة هي بداية لبناء الدولة الليبية المنشودة حسب تعبيره من جانبه أوضح السبسي أن المبادرة التونسية تهدف إلى تسهيل الحوار بين مختلف الأطراف الليبية والوصول إلى توافق الليبي يمهد الطريقة لبناء دولة الليبية على أسس صلبة قال السفير التركي في ليبيا أحمد دائدان إن الوضع الأمنية في ليبيا هو الذي يقف حائلا دون إلغاء التأشيرة على المواطنين الليبيين في الوقت الحالي مضيحا أنهم ساعون بكل الجهد لتسهيل أجراءات التأشيرة بحسب توصيات الرئيس الوزراء التركي بالخصوص وشرائدان لسعيهم لعادة فتح القنصلية التركية بطرابولوس في القريب العاجل جاء ذلك خلال لقاء السفير التركي بوزير المواصلات المفوضة في حكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوغ في طرابولوس هذا وقد عقد الطرفان جسة مباحثات ركزت على الزيارات الفنية التي سيجرها فريق تركي لعدد من المطارات الليبية كان قد بدأها بمطار ماتيجا وقال الوزير إن هناك مساعد لتقديم تقرير لسلطات الطيران المدني في تركيا بهدف عودة الطيران التركي إلى الأجواء الليبية في القريب العاجل تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ نحو سبعمائة وثلاثين مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قوارب مططية قبالة السواحل الليبية يوم أمس وآفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه تم إنقاذ المهاجرين في سبع عمليات مفصلة نفذ خفر السواحل الإيطالية بالتعاون مع منظمة SOS المتوسط كما أوضحت الوكالة أن أغلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم هم من جنسيات أفريقية قالت المتحدثة باسم منظمة أنقذ الأطفال جيوفانا دي بنتو إن ما يقرب من ستة وعشرين ألف قاصر وصلوا إلى إيطاليا موشرة لأنه في جاري يناير من العام الجاري كان رقم هؤلاء الأطفال أعلى بنسبة 24% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لقد وصل العديد من الأطفال من ضمن المهاجرين إلى كتانيا أصغر طفل يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع فقط ولدته أمه في الصحراء لا يزال عدد القصر القادمين دون عائلاتهم مرتفعا جدا في العام الماضي وصل ما يقرب من ستة وعشرين ألف قاصر إلى إيطاليا وفي يناير من العام الجاري كان الرقم أعلى بنسبة 24% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي شدد رئيس باثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر خلال زيارته لعدد من مراكز إيواء المهاجرين بطرابولوس شدد على أنه ليس من الممكن انطلاق من معايير إنسانية دولية أن يتم إرسال الناس وإعادتهم إلى ليبيا من حيث جاءوا في هذا الوقت بالذات تصريحات كوبلر تأتي في وقت أثار فيه الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الرياسي وإيطاليا جدلا ومخاوف من توطين المهاجرين في ليبيا ليس ممكن انطلاقا من معايير إنسانية دولية أن يتم إرسال الناس وإعادتهم إلى ليبيا من حيث جاءوا فهذا خط أحمر هكذا كان رد مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر على من يطالبون بإعادة اللاجئين إلى ليبيا كوبلر عبر خلال زيارة ميدانية لأحد مركز إيواء المهاجرين بالعاصمة طرابلوس عبر عن أسافه للوضع الذي يعيشه هؤلاء المهاجرين في ظل ما وصفه بعجز السلطات عن توفير الدعم اللوجستي الكافي لتلبية احتياجات المئات منهم في هذه المرحلة لا يمكن إعادة الناس إلى ليبيا هناك خمسمائة شخص يعيشون هنا في غرفة واحدة وإذا أرسلتم المزيدة فسيكون هناك سبعمائة شخص لكل غرفة أو يزيد عن ذلك هذا ليس ممكن في هذه المرحلة نحن نعمل مع الأوروبيين ووكالات الأمم المتحدة لتحسين الوضع في المخيمات المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة كارميلا جودو قالت إن زيارتها إلى ليبيا جاءت من أجل التعاون مع الحكومة الليبية في تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين والنازحين الليبيين قدومنا إلى ليبيا هدفه زيادة مساعدتنا للشعب الليبي الذي تأثر بالوضع الراهن وأيضا لزيادة مساعدتنا الإنسانية للمهاجرين في ليبيا هناك العديد من المشاكل ونحن مستعدون للتعاون مع حكومة الوفاق وفي أعقاب اجتماع مسؤولين بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق مع الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية شدد نائب وزير الخارجية لطف المغربي على ضرورة استبعاد فكرة توطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا موضوع إعادة التوطين هذا أمر ليبيا مرفوض جملة وتفصيلا وأيضا وجدنا رأي المنظمة في هذا الاتجاه هم لا يريدون إعادة المهاجرين إلى ليبيا بل إعادتهم إلى أبطانهم وتظل أزمة اللاجئين في ليبيا التي قال البعض إنها وصلت إلى حافة الانفجار قائمة إلى حين إيجاد حل سياسي وبناء قدرات أمنية قادرة على التصدي للمهاجرين وحماية السواحل الليبية نجتنا متواصلة وفيها عطل فني بمنظومة الجوازات الليبية بمعبر سجدير يتسبب في إيقاف حركة العبور في اتجاهين التونسي والليبي قوات السائقة تفيد بتجدد الاشتباكات في محور العمرات 12 الواقعة غربية بنغازي وكوبلر يدعو إلى ضرورة توفير ممر آمن للمدنيين للخروج من منطقة جنفودا اتفاق بين الزيتن ومصرطة على إنهاء التوتر الامني بينهما وإعادة فتح الطريق الساحلي وانسحاب كافة تشكيلات العسكرية إلى الخدود الإدارية للمدينتين فيسو المجلس الأعلى للدولة يشدد خلال لقائه برئيس تونسي على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والتوافق لتحقيق الاستقرار في البلاد أفد مصف ليبيا المركز بيترابولس بأنه تسلم شحنة جديدة من العملة الورقية الليبية تقدر قيمتها بـ 250 مليون دينار وصلت إلى مطار ميتيجا يوم أمس قادمة من بريطانيا وأوضح المصف على موقعه الرسمي أن هذه الشحنة ستوزع على مختلف المصارف التجارية وذلك للتقليل من الازحام عليها وتخفيف معاناة المواطن مضيفا أنه أرسل إلى فرعه في مدينة سبا 40 مليون دينار لتوزيعها هناك كما نوها مصف ليبيا المركز بيترابولس إلى أن هذه الشحنة هي الرابعة التي تسلمها خلال شهر فبراير الجاري أصدر الحاكم العسكري لمنطقة درناء بن جواد عبد الرازق أنظر اليوم الخميس قرارا يقضي بمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئة العمرية بين الثامنة عشرة والخامسة والأربعين خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة والتي حددها البياء البيان بجهاز الاستخبارات العسكرية بحسب القرار واجهت هذه التعليمات استبدالا للمدة رقم واحد من القرار الذي صدر الأسبوع الماضي وقضى بحظر سفر النساء الليبيات دون سن الستين إلا برفقة محرم والذي قبل بموجة من الاستنكار والرفض من الناشطات والناشطيات الحقوقيين في ليبيا وأدى إلى تعليق القرار أكد رئيس المباحث العامة بمعبر السجدر الحدود محمد مرضية وجود عطل فني بمنظومة الجوازات والمنظومة الأمنية التابعة لها مما تسبب في عدم التمكن من ختم جوازات العابرين في الاتجاهين التونسي والليبي وأضاف مرضية في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن المعبر يشهد ازدحاما مضيفا أن العمل جار على إصلاح منظومة الجوازات من مدينة طرابولوس وأشار رئيس المباحث العامة بمعبر السجدر الحدود إلى أنه فور الانتهاء من إصلاح العطل الفني سيسمح للمسافرين بالعبور في الاتجاهين استطلعت كاميرا ليبيا لكل الأحرار أرى عدد من المواطنين بمدينة غات حول تقييمهم لأسعار الخضروات في سوق المدينة وقد اعتبر بعضهم أن ارتفاع الأسعار مرتبط بنقص السيولة بالمدينة فيما رأى البعض الآخر أن الأسعار في المتناول مقارنة بما كانت عليه في السابق أسعار الخضراء أسعار غالية بالنسبة للمواطن خاصة تزامنة مع قلة السيولة وعدم انتظام المرتبات الأسعار الخضار بالنسبة في الوقت الحالي نحس بها معقولة مع زيادة الأزمة وقلة السيولة لكن في شيء محلي ينتج محلي هذا يكون كويس بالنسبة للأسعار لكن في اللي جاي من زبها ومن وباري ومن الأمور هذه كلها تزامنة فواكل وخضار الحق الأسعار عندها غالية شوية صعب يجي كل مرة سيولة مرة فيه مرة ما فيش الناس يدوروا في التحويل يعني كل الظروف صعبة صراحة يحاولوا يعني نقولوا السوق باهي ومش باهي في نفس الوقت الغلاة وين جاء؟ جاء في نقص الفلوس نقص السيولة توا البلاد اللي ما عنداش منين بيشري اللي تضرب على جيبة تلقى خمسة جنيه عشر جنيه في جيبة بيأخرها كلها خضرة عقد عدد من القطاعات الحيوية في مدينة الزاوية اجتماعاً مع مجلس التقطة بالمدينة من أجل طرح المقترحات والمصاعب التي واجهها كل قطاع والاستماع لمطالبهم وقد خلص الاجتماع في نهاية لتوفير ميزانيات القطاعات واستكمال بناء مقر قطاع الاقتصاد والمدي في العمل على إنشاء المنطقة الصناعية بالزاوية وقال نائب رئيس المجلس المحل بالزاوية نور الدين العيب إن أبرز المشاكل التي طرحها الحاضرون إن حصلت في عدم توفر مقرات للعمل وعدم استكمال بعض المشاريع القائمة إضافة إلى مشكلة مركزية أو مشكلة مركزية الميزانيات ووعد العيب بأن يبذل المجلس المحلي جهده للمساعدة في حل هذه الإشكاليات لاحظنا من خلال اجتماعنا أن كل القطاعات تعاني من مشاكل عدم توفر الميزانية والإمكانيات ومقرات كل المقرات بالإيجارات نتمنى أن الدولة تسمع الكلمة منتعنا وتشوف لي وضع مدينة الزاوية خاصة وليبي عموة والقطاعات بالكامل لازم يديروا قلول ونحن نتعاون معهم بإذن الله على القدر المستطاع اللي نقدر نقدمه بصفتنا كجهة تشريئية في المدينة حاولوا تدليل الصعاب ونفهم كل المشاكل أفادت شركة العامة للكهرباء اليوم الخميس بعادة تشغيل الوحدتين الغازيتين الأولى والثانية بمشروع محطة كهرباء الخمسة الاستعجاري والدخول بهم تدريجيا على الشبكة العامة يأتي ذلك عقب توقف دام خمسة أيام بسبب توقف التزويد بالوقود إضافة إلى بعض المشاكل الفنية والذي أدى إلى طرح أحمان بالشبكة خلال الأيام القليلة الماضية وأكد مصدر بشركة العامة للكهرباء أن إعادة تشغيل هاتين الوحدتين للخدمة مرة أخرى سيساهم في تحصن استقرار الشبكة وخفض ساعة طرح الأحمال إلى عنوين النشرة قوة الصائقة تفيد بتجدد الاشتباكات في محور العمارات 12 لواقعة غربية بنغازي وكوبلر يدعو إلى ضرورة توفير ممر آمن للمدنيين للخروج من منطقة جنفودا اتفاق بين الزيط ومساطع على إنهاء التوتر الأمني بينهما وإعادة فتح الطريق الساحلي وانسحاب كافة التشكيلات العسكرية للحدود الهدارية للمدينتين رئيس المجلس الأعلى للدولة يشدد خلال لقائه برئيس التونسي عن أنه لا خيار أمام الليبين إلا السلام والتوافق لتحقيق الاستقرار في البلاد للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة